السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازايكم عاملين ايه? يا رب اكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله هنتكلم عن سر خافي في نظام ويندوس حد عشر ممكن يخلي جهاز الكمبيوتر بتاعك يعمل باقصى سرعة ممكنة بدون ما تستخدم اي برامج بدون ما تعمل تعديل عالم لفات النظام. الوضع اللي احنا نتكلم عليه اسمه ultimate performance. طبعا النهاردة هوريخ خطوة بخطوة ازاي تفعله? ايه الفوادي اللي انت تستفيدها? وهل فعلا هيفرق في اداء الجهاز ولا لا? خليك معايا للنهاية. وضع ultimate performance هو عبارة عن وضع الاداء الاقصى وهو خط الطاقة خاصة اضافتها شركة ميكروسوفت مخصصة لمحطات العمل لكنها برضو بتعمل على اي جهاز كمبيوتر عادي. الفكرة بساطة ان ويندوز عادة بتقلل من سرعة المعالج او بتوقف بعض الخدمات لتوفير الطاقة. اما في هذا الوضع كل شيء يعمل بكامل طاقته. النتيجة طبعا اداء اسرع استجابة اعلى تجربة اخسر سلاسة في الالعاب والبرامج التيلة. طيب بمنطقة البساطة هنفعل الوضع ده ازاي? كل اللي انت هتعمله هتروح رايح على خانة البحث اللي موجودة في شريط المهام وهتكتب سي ام دي. هيفتح معك على طول موجه الاوامر هتبدأ تعمله تشغيل كمسؤول دي خطوة مهمة جدا. تضغط عليه. تقول له نعم. هتنتظر طبعا لحديث ما يفتح معك السي ام دي بالصورة اللي حضرتك شايفة ديت. بعد كده هتروح واخد الامر اللي انا ان شاء الله هترك ليك في قلب صندوق الوصف. وتقف في السي ام دي وتعمل كليك يمين هيتم لسق هذا الامر. زي ما حراك شايف كده الامر بمجرد ما تم لسقه تم تنفيزه على طول. طيب هتبدأ تغفل السي ام دي. دي الطريقة الاولى. ممكن حضرتك برضو تعمل تفعيل لوضع الطاقة الاقصى عن طريق برضو الباورشيل. كل اللي انت هتعمله هتروح رايح برضو على خانة البحث اللي موجودة في شريط المهام. تبدأ تكتب كلمة باورشيل. ومجرد ما كتبنا كلمة باورشيل هيبدأ يزهر معك الباورشيل. تبدأ تضغط على السهم ده. وتروح رايح على تشغيل الباورشيل كما سقول. هنضغط عليه. هننتظر طبعا لحديث ما يفتح معي الباورشيل. هبدأ اقول نعم. هنتظر لما يفتح معي. هيزهر مع حضرتك بالصورة دية. هتبدأ تقف برضو في قلب الباورشيل. وتعمل كليك يميل. هيتم لسك الامر بمنتهى البساطة وتنفيزه. هتبدأ تضغط على اغلاق. بعد ما نفزنا الامر الصابق كل انت هتعمله تروح رايح على لوحة التحكم. تبدأ تفتحها. تنتظر طبعا لما لوحة التحكم تفتح معك. وبعد كده تبدأ تنزل على حاجة اسمها خيارات الطاقة. تبدأ تضغط على خيارات الطاقة. وبعد كده تروح رايح على انشاء مخطط طاقة. وبعد كده حضرتك تبدأ تختار اللي هو اداء عالي. طبعا بيقول لك تدعم الاداء ولكن قد تستهلك مزيد من الطاقة تبدأ تضغط على التالي. وبعد كده تبدأ تضغط على انشاء. في كده حضرتك تبقى فعلت وضع الطاقة الاقصى على جهاز الكمبيوتر وتستفيد من سرعة المعالج وسرعة الجهاز بالكامل. في البرامج التقيلة وفي الالعاب. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمتش جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.